بسم الله الرحمن الرحيم التور عنده حالة رومانسية او لا بلاش نقول ان هي رومانسية عنده حالة عطاء حبيب يدي حبيب يهتم ورايح نحو حاجة ببطء شوية بخطوات متزمة فيها اتزان وفيها كده ايه عقل بالصراحة ومنطقة نفسه في ايه مش سوية تعافة الشمس دي تعافي وصحة يمكن تكون صحة العلاقة مش كويسة العلاقة مش في حالة صحية كويسة الحلاقة مش واضحة الشمس كمان ترمز للوضوح في حالات كتير قوي مش باينة بالنسبالك مش واضحة فيها ومود طيب ان طور في هنا في مشاعر تحركه مش عقل خالص مش عقلك يبي يحركك خالص الفترة دي اللي بحركك مشاعرك وبتحركك خطوات بطيئة ومبتزمة شوية نفسك في الشمس هي الوضوح نفسك حاجات كتير قوي تتضح زي ما انا شايفة الطاقة فيها اسرار كتير جدا جدا انت فعلا نفسك تكشف في الاسرار دي وتعرف الحقيقة ايه انت فيه حاجات كتير مستخبية عنك او حاسس ان هي مش واضحة بالنسبالك وممكن تكمل نفسك علاقة صح حسن ان العلاقة ما بقيتش علاقة صحية بقى فيها توطر بقى فيها دخلتها طاقة سلبية كتير قوي شايف شريكك ازاي شايف مشاعر بريئة جدا مشاعرك تنحو شريكك مشاعر حلوة جدا كلها براءة وحب قوي جدا وحب خالص فعلا بتحب شريكك جدا ناتوره الشريك الناحية التانية بقى فيه حالة فرص كتيرة وهو بيحاول ينتهزها ويستغلها كلها لصالحه فيه عنده كمان حالة عناد وحالة ثبات انا عندي طموح ولازم اوصله هو مركز في حتة فيها طموح شديد عنده طموح جدا كده عايز ايه هو عايز يصلح العلاقة على فكرة نفسه يصلح هو نفسه يصلح شايفك ازاي؟ شايفك الامام؟ هو ده البنتيكلز حالة مادية كويسة ومريحة فبديه احساس بالامان فبما ان هي علاقة عاطفية فدي الاحساس بالامان يعني هو بيحس معاك بالامان وان هو في البيت في بيته الطاقة بقى ما بينكم الطاقة فيها اسرار يا طور فيه اسرار فعلا انت احساسك صحيح لو انت فعلا نفسك حاجات تكشف بالنسبالك والبان فهو فعلا في اسرار مستخبية عنه بس مش رأت ان الاسرار دي تكون اسرار وحشة ممكن يكون الشريك مش عايز يقولها لك عشان انت متزعلش ومتتجرحش لان هو عايز يصلح دلوقتي هو مش عايز يزعلك فبالتالي مضطر ان هو يخبي عليك شوية حاجات بحيث ان الدنيا متضش اكتر ما هي بايزة فيه هنا حالة حسرة انت اشتغلت كتير يا طور وديت وعملت حاجات كتير قوي شريكك وفي الآخر النتيجة اللي وصلت لها بص بص اصلاها ازاي بس كده هو ده اللي انا اخدته في الآخر حالة من يعني مش عايز اقول الصدمة بس هي حالة على قل متحصل يعني لا انا عايز اكتر من ده لكن الكرت ده بيقولك على فكرة اللي اتا شايفوا قليل ده هو كويس هو مش وحش خالص ده نتيجة مش وحش خالص هتتحسن ممكن تتحسن بعدين انا هقولكو الحقيقة يعني وان شاء الله ربنا يعني ربنا يجيب الخير انا شايفة ان المرحلة اللي جاية حيبتدي كل واحد فيكو يبين انه مش يبين حيبتدي خشكو مغامرة مختلفة يعني كل واحد فيكو هيبتدي يبين ان هو انا تمام والدنيا تمام وعلى اتم استعداد ان انا امشي يعني فيه بص ده برضو ده يدل على السفر ده واحد شاهد شنطة وميشي فحايزين تبين انه انتو جهزين للمغامرة دي واضح ان هيفصل فراء فعلا ياتور بس الفراء ده بزعل شديد يعني انتو هتمشوا وانتو زعلانين وكلكو حصرة وكلكو ألم ده الكلام ده طبعا ما بينطبطش على كل الناس مش كل الناس طبعا هيتطبق عليهم القراءة دي بس اللي انا عايز اقولكو ان الفراء ده مش هيريحكم ياتور الفراء ده هيتعبكو جدا وحيخلي حياتكو صعبة صعبة ومخيفة ومش هبطروا تفكير هتبقى مسائل أسوأ فيريد ترجعوا نفسكو في القرار ده يريد ترجعوا نفسكو فيه يعني يريد لو تبعدوا عن الكارت ده هلخص القراءة بسرعة هتبقى التور في حالة عطاء واللي بتحركوا مشاعره مقابلوا بناحية ثانية الشريك عنده فرص بيحاول يستغلها اللي صالحه التور عايز وضوح في العلاقة وعلاقة أكتر صحة وأكتر سعادة الشريك المقابل عايز يصلح العلاقة ويشوف ايه اللي مكسر فيها ويصلحه انت شايف شريكك حب نقي جدا وحب يعني حب عجيز اوي اوي شريكك شايفك انت الامان التقمة لانكم زي ما قلنا فيها اسرار في حصر على نتائج انتو بتتمستنين اكتر منها بس النتيجة ما كانتش مربية بالنسبة لكم وبالتالي تدو اشارات ان انتو على استعداد للرحيل وجايز يحصل رحيل فعلا I'm recording now فزي ما قلتلكم القرار ده يا تور مش هيكون قرار كويس ومش هيعود على اي حد بالنفع فارجوك يعني لو تقدر تتفادى هذا القرار وتاخد وقت اكتر يلي تعالوا ايه فرده تعالوا بان شوص ضغوط الحكمة ايه هنرجع تاني كروت الترو عشان تقول لنا اذا كان فيه ضغوع للناس اللي اصابوا بعض والاسئلة دي احنا اللي عليها حالا بس خلينا اسحب كرت كده كروت الحكمة نشوف حتقول لنا ايه الشهر ده لباورد التور بإذن الله خير بسم الله الرحمن الرحيم ايه مع جن اطلق خيالك يا تور اطلق خيالك بمعنى لو انت بتاخد على وشك اتخاذ قرار انك تبعد حاول تتخيل حياتك بعد شركك ان هو مش موجود فيها هتكون عاملة الزي تخيلها فعلا حاول تدخل نفسك في الحالة تي هتكون عاملة الزي ولو لقيت ان هي هتكون احسن يعني ماشي بس تحاول تخيلها بجد بموضوعية ايه ماجه تخيل تعالوا نشوف كروت الامر تمام كروت الامر هتقول لنا يا الشهر دة بسم الله انا قاعد مرة استعمل الكروت دي اتشك بصراحة ان هي كل تنيه جيدة مرسي يا هانيا واضح ان كل الكروت بتقولك قرار انسحابك او انتصالك مش صح يا تور بصه على الصورة الاكبر الصورة الاكبر الصورة الاكبر ان الشريكة بيحبك فعلا لو صدر منه خطأ او ضيئك او زعالك او خانك حتى الصورة الاكبر ان هو عايز يصلح لا تقدر تطوي الصفحة ياريد ياريد دي الصورة الاكبر بتبصش تحت رجلك دلوقتي بالنسبة للعلاقة تعالي نشوف الاسئلة الاساسية اللي عندنا بالنسبة الابراب الناس المتوقع اللي مستنين مولود ان شاء الله في مقرور وملاق بسم الله الرحمن الرحيم نسكارك تمام نقية طور اللي مستوقعين او نفس يعني السنين مولود مش الشهر ده حبيبي ان شاء الله قريب بس يعني مش الشهر ده تعالوا نشوف الاساسية البعض في رجوع وده بقى بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في رجوع ورجوع جميل جميل بإذن الله تفرحوا وحتتلموا تاني عيلة واحدة او لو كنتوا لسه ما تجوزتوش فهتعملوا عيلة جديدة وحاجة ما شاء الله جريلة جدا تعالوا نشوف الحالة المادية عند الطور مع ان هي كانت واضحة بالنسبة للقراءة العامة هي متغيرة او اللي جاي على قد مرايح بس خلينا نشوف برده يمكن نشوف حاجة مختلفة مش واضح برده ان في تطور مادية حركة حالتك المادية لسه زي ما هي يا طول بس هي مش سيئة يعني او هي زي ما تقولو بداية كويسة او مقدمة ان شاء الله تكون كويسة هي مقدمة كويسة تعالوا نشوف بالنسبة للنجاح دراسيا بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله في نجاح وفي فرحة تديرة جدا واحتفالات احتفالات ماشاء الله تعالوا نشوف السفر مع انه برده ده ظهر والناس اللي عندها سفر بإذن الله حيبين وردونا يوفقكم جميعا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الناس اللي عندوهم سفر او بإذن الله في سفر والسفر ده حيترتب عليه تطور في الحالة المادية بإذن الله قبل مساعدكم وبسع رجوعكم كلكم ان شاء الله يكون افتكر اننا كده جودت كل الاسئلة فيديو الحمدلله كده اصمت خلاصوا بسرعة ونشوفكم ان شاء الله بكرة او بعد وبإذن الله ان شاء الله بكرة شكرا شكرا شكرا